أقول لكم المشكلة إيه مش فاهمين أنت بتقرأ صورة البقرة أنت مش عارف صورة البقرة دي عايزة منك إيه أنت بتقرأ الآيات عشان تاخد ثواب عشان الحسنة بعشر أمثالها صح إن شاء الله تاخد ثواب أنا مش بلغي الكلام ده عشان القرآن بيرايح قلبك جميل مطلوب لكن أنت بتقرأ القرآن علشان هيخلي حياتك أنجح وأفضل عشان تحل مشكلة عندك عشان بتدور على آية يمكن الآية دي تصلح مشكلتك مع أبوك ومك مع مراتك مع أهلك في شغلك لأ ليه لأنك مش فاهم صورة البقرة دي عايزة منك إيه مش فاهم صورة النساء أصلا تسمت النساء ليه أنت علاقتك بالصور علاقة كلمات بتقراها أنت مش فاهم هي عايزة منك إيه وبعدين أنت تعلمت إزاي أن فيه هدف كلنا الشباب الأجيال الجديدة بتتعلم كده في المدارس هدف وبعدين عناصر وبعدين استنتاج في الآخر أو ملخص هو مش لاقي هو القرآن فيه كده بس هو مش عارف يلاقي ده وبعدين عنده مشكلة تانية أنه هو اللي حيبقت سريع جدا فما يقدرش يقوم جايب تفسير قد كده يقرأ تفسير الصورة صورة قلع عمران وليه تسمت قلع عمران ما عندهش وقت يعمل كده فمش نلاقي الهدف اللي يمسكه فيقول فهمت الهدف فيعيش به وفيه مشكلة تانية كمان أن احنا بنقرأ القرآن للمسلمين فقط مش للعالمين مع أن أول آية في الفتحة الحمد لله رب العالمين كأن ربنا بيشترط علينا إذا قرأتم القرآن فاقرأوه للعالمين هل احنا بقينا عنصريين للدرجات دي؟